عشان نعملها محتاجين مكارونا طبعا مسلوقة مكارونا بالباسترمة هي ومحتاجين شوية باسترمة زيت زتون بصل أبيض زعتر ورحان وملح وفلفل وشطة مرأة تكون فراخ أو خضار أو أي حاجة ممكن بياسخنة طبعا لبن ودقيق ومكارونا مسلوقة بسلة بالجزر مجمدين أو مسلوئين لو هم فراش وجبنا رومي مبشورة الوصفة بمنتهى البساطة هيخد الزيت أنا بس عايزة كنتيجوا تشوفوا هنا البطاطس معلش شوفوا لي بصوا 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 الجمال هي ده ده طريقة التقديم المزبوطة أنها تسيح كده من على الوش وشوفوا لما دي بتسيح إيه اللي بيحصل لها عشان الجبنة بصوا شايفين الجمال رائعة وصفة غريبة بس هتعجبكوا قوي نرجع تاني للمكارونا معلش أنا كنت بس عايزة كنتشوفوا قبل ما الجبنة تسقع وما تبقاش بتمط قادي معلقة الزيت بصل ملح قليل عشان بصرمة مملاحة فلفل اسود زعتر ريحان دول مجففين ممكن تستخدموا طبعا طازة لو فيه شطة للي يحب يضيف شطة اللي ما يحبش ممكن يستخدم بابريكا بصطرمة نقلب وصفة سريعة جدا جدا تتعامل من بواقي التلاجة في عشر دقايق هعمل السوس بتاعها لحد ما هي تكون اتسلقت المكارونا الموضوع خلص ولو عندي شوية مكارونا مسلوقة يبقى في خمس دقايق خلصت معلقة دقايق اقلبها واستنى لحد ما تختفي خالص من قدامي ما يبقاش فيه بودر دقايق ابيض قدامي خالص انزل قلب السلة والجزر المسلوقين اقلب برضو انزل الشربة او المية اللي مش حابب يحط لبن ممكن يكتفي بالشربة او المية واللي دقيق كده كده هيتقل السوس وما يحطش اللبن ما فيش مشكلة خالص وممكن تكتفوا باللبن وما تخطوش شربة يعني كل واحد حسب زوقه وحسب المتوفر عنده المكارونا هنا وحنزل السوس فوقها اهو كده لطيف جدا 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 بدل الباسترمة للي ما بيحبش الباسترمة ممكن تستخدمه بواقي لحمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة